يوما بعد يوم تتعقد الأزمة السياسية في العراق ويبتعد شركاؤها أكثر عن إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة مع تمسك كل طرف بموقفه تحالف الإطار التنسيقي الموثل للقوى والميليشيات الأقرب لإيران أكد أنه غير معني بتحديد مدد زمنية لن ينتج عنها سوى إطالة أمد الانسداد السياسي في إشارة إلى إمهال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوى المنظوية في الإطار التنسيقي أربعين يوما لتشكيل الحكومة دون إشراك الكتلة الصدرية ويبدو أن موقف الإطار التنسيقي قد اززاد ثقة بعد قدرته على عرقلة عقاد ثلاث جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية عبر سلاح المقاطعة للجلسات التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني كما يعول الإطار على الخلاف الذي بدأ يتصاعد بين رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملية القيادي في التيار الصدري بشأن صلاحيات رئاسة البرلمان ويصر الزامل على أن قرارة البرلمان يجب أن تكون من خلال ما يسميه هيئة رئاسة البرلمان فيما يؤكد الحلبوسي أن صلاحيات اتخاذ القرارات هي بيد رئيس البرلمان حصرا في حال وجوده على رأس عمله وعلى أن لا ما كان لشيء تحت مسمى هيئة رئاسة البرلمان الخلاف المحتدم بين الطرفين أثار الجدل بشأن مستقبل تحالف إنقاذ وطن الذي تشكل أخيرا من التيار الصدري وتحالف السيادة المكون من تحالفي تقدم بزعامة الحلبوسي وعزم الذي يتزعمه خميس الخنجر إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ويؤكد نواب وسياسيون أن المطبات التي تواجه تشكيل الحكومة تتزايد فعدم قدرة طرفي الصراع على حسم الأمور لصالحه وإصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية يرجح سيناريا إعادة الانتخابات ما لم يجد جديد يجبر المتصارعين في حلبة المناصب على الرضوخ لحل يتقاسمون فيه كأكة الحكومة كما كان يحدث في كل مرة